أهلا بكم حبيبي في قناتي على اليوتيوب منظفات اقتصادية مع حناي والرأي النهاردة حبيبي هنعمل مع بعض أكوى صبون سائل حيكون رهيب جدا في إزالة أصعب الدهون من الموعين وكمان ينفع لغسيل الملابس الوصفة ديت قوية جدا جدا في إزالة أصعب البقع المكونات بتاعتها سهلة وبسيطة وبتوفرة في كل بيت وزي ما انتم شايفين شكل الصبون والقواب بتاعه فحوروكم برضو شكله تاني اهو تعالوا فضوه تاني برضو ونشوفه القواب بتاعه جميل جدا فضل الولايسة أمر الحبيبي ما تنسوش كده لو الطريقة عجبتكو ما تدعموا لي باللايك والشير عشان عايزة الفيديو ده يوصل للايس كتير اللي هي تشوفه وتستفد بنا وكمان حنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا فتمنى اللي هي تنلقى عجبكو ما يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم حبيبي معاكم حناني والرائي تعالوا بينا حبيبي لنشوف مع بعض عنامر الصبور ازاي يعني احتاج عطر طبعا عشان عنامر صابون متعدد لاستخدام بقى لكل حاجة فهو هستخدم عطر برحة اللمو وعنستخدم معلقتين من السكر تلات معالق من النشا معلقة كبيرة من السودا الكوية وحنستخدم خمسين جرام من حمض السلفوريك ولانا كنت عابلها معاكم قبل كده وهنستخدم معلقتين من السكر او تلاتة يعني عشان السكر بيساعد كده في الترطيب البشرة كده بس يوم مكونات دي يبقى تحطي نص كيلو من السابون الجاهزة لو بيتبع فاكياس عند بتاع المنظفات اول حاجة انا خدت حبة مياه صغيري اهوت اهوت زي ما انتم شايفين اهوت عنا حط عليها معلقة كده من السودا الكوية معلقة كبيرة وحبدي لانا ايه ادوبها دي اول خطوة انا بعملها زي ما انتم شايفين اهوت ومش عنا استخدم بقى ايه تايلوز ولا حاجة بديل التايلوز النهاردة اللي هو النشا تلات معالق النشا لانا ايه حستخدمه ماهه فبندوب كده السودا الكوية مع اه يعني شوية مياه كده اه وبعد كده حبدي لانا انزل بقى ببقية كمية المياه في العلبة اهو زي ما انتم شايفين اهوت خطوات سهلة جدا وبسيطة وحبدي بقى ايه نحط تلات معالق كبار من النشا واندوبهم ايه كويس مياه برده من الحنفية معالق اللي احنا بناكل بيها فتلات معالق كده منها وقلنا التلات معالق النشا ده حيكون بديل التايلوزة عشان يدي قوام للصابونة يديلك قوام جل كده زي الصابونة الجاهز السائل الجاهز يعني اه بعد ما بندوب النشا كويس هنبدأ بقى ايه ننزل بالمحلول السودا الكوية اللي انا جاهزته اللي انا كنت مجاهزة دلوقتي يعني حوالي كدوات ربع كباية من المياه بندوب فيها معالقة كبيرة من السودا الكوية وبعد كده هو المحلول سخن معايا بنزل به على خليط النشا والمياه وبيتحول معايا للجل شفاف كده زي ما انتم شايفين اه لو انت عايزة المسلا ما عندكيش حمض السلفونك فتقدري انت تحطي نص كيلو صابون سائل زي ما قلتك بمكن تحطي صابون سائل شفاف لحد الخطوة دي لو انت عايزة بقى تعبيري الصابون يكون شفاف فبتجيبي صابون سائل شفاف من غير اي لون خالص بتقوليوله كده هو بيتبع الصابون السائل الشفاف يعني فبتحطي نص كيلو صابون سائل شفاف بيكون نفس اللون اللي انت شايفه دلوقتي بتفضيه وبعد كده هوت بعد كده ايه بيبقى معاكي الصابون سائل شفاف عنا نبدأ بقى ايه نحط انا عنا نحط دلوقتي عطر كم نقطة كده عطر زيتي برحة اللمون فبنحط نقطتين كده ولا حاجة عشان يدي معايا يخلي الصابون كده برحة اللمون بنحط معلقتين من السكر لهوت سكر بديل الجريسلين عند الجريسلين فتاقدر انت اضع معلقتين من السكر يعى عند الجريسلين حط معلقة واحدة من الم LudOL انا كنت عاملة طريقة الجريسلين موجودة في القناع اذا كنت تستطيع استطيع طريقة ويج pantشانيه الطريقة سهلة جدا وبسيط مثل عند الجريسلين فتتستطيع ابأس ملقة 2 السكر ودوقتي بنحط سنة لون أخضاء كنت عاملها معاكم برضو قبل كده الألوان الخضرة اللي هي السائلة اللي هي بديل ألوان مايكا للمنظفات كنت عاملها معاكم قبل كده زي ما انتم شايفين هاوط هنفضل آخر حاجة بقى حط يعني خمسين جرام كده من حمض السلفونيك طبعا هو لحد الخطوة دي لحد ما ضفت اللون ما فيوش أي رغوة خالص اللي بيدينا بقى ايه فعالية للصابون أكتر ورغوة وكده اللي هو الحمض السلفونيك هو اللي بيخلي الصابون بقى بعاكي بجودة عالية بيزودلك بيخلي رغوة عالية كمان بينظف وبيشلك الدهون بسرعة من مواعين بديل حمض السلفونيك زي ما قلت لك تحطي نص كيلو من الصابون السائل الجاهزة بنقلب بقى كده المكونات كلها لبعضيها وبعد كده بتبقى ايه بتبقى خلاص يبقى كده عملت اكوا صابون سائل والصابون دهات هيكون متعدد الاستخدام عايزة تغمائي اللون شوية فبديه فيه سنة لون ولو عايزة اللي هو الصابون يكون يعني فيه اللون متاعي يكون اخضر مزرق كده زي الصابون الجاهز اللي هو لونه اخضر متاع الشركات فبنجب سنة لون ازرق وبنبدأ اللي انا ينضفها ما عندي كيش لون ازرق فتقدر اللي انت الدوبي عارفة الظهرة الزرق اللي هي بتاعة الغسيل دوبي بس ربع معلقة في حبة في معلقة مية كده وضي فيها فدي عتخلي تغمق لك لون الصابون شوية وتدي له اللون متاعه يبقى اخضر مزرق كده عامل زي الصابون الجاهز نفس الصابون بتاع الشركات بالزبط وبتقدر بقى تستخدمي الصابون ده هوت حيكون متعدد الاستخدام زي ما انتوا شايفين المكونات متاحته يعني تنفع لانت تستخدميه في كل حاجة مكوناته سهلة جدا وبسيطة زي ما انتوا شايفين تقدر تستخدميه لغسيل موعين تقدر تستخدميه للسجاد تقدر تستخدميه لتنظيف السراميكو الاحواء ده هيكون متعدد الاستخدام تقدر تستخدميه برضو للملابس يعني تاخدي كباية منه وتحطيها في الغسالة بس ممكن تزودي على المكونات دي يعني تقلبي في نص كباية مية مع لقتين كبار من بيكربوناتو السوديو وبتبدأي في مية سخنة ودوبيهم وبعد كده ممكن تحطي برضو معلقتين كبار برضو من البوريكس اللي هو معروف باسم الدنكار او الزهرة البيضة متاعة الغسيل كنت عملا معاكم قبل كده الزهرة البيضة متاعة الغسيل موجودة برضو في القناة فتقدروا تتحطوا من كل حاجة يا اما معلقة يا من كل حاجة ما انا قلتها دي معلقتين فبتدوبيهم في شوات مية سخنية نا وبدو فيها على خليط الصابون اللي انا عملته وتستخدميه بقى ايه حيبا معاك اقوى كمان بيرسيل جل تستخدميه للملابس ترضي كوباية منه حطها في الغسالة وحيكون فعال جدا جدا نا في ازالة اصعب البوريكس لو الملابس فيها اتساخات كتير حطي كوباية لو الملابس ما فيهاش اتساخات كتير يعني فمجرد بس اللي هو ريحت العرق وكده في الايام الصيف وكده هوت او اتساخات يعني في العرق والحاجات الخفيفة يبقى نص كوباية في الغسالة لو الملابس بقى فيها اتساخات كتير فتحط كوباية في الغسالة وخصوصا بقى اللي احنا داخلين كمان على فطرة الشتا والطينة وكده اللي بتكون بقى موجودة في الملابس فده الصابون دهوت هيكون رهيب جدا في ازالة اصعب الطينة يعني اللي هي بتكون موجودة في الملابس وخصوصا اللي انت مهما تغسلها بتبقى سايبة اصر فده هيطلعها لك على طول فبس اهم حاجة برضو لما يكون في طينة في الملابس فانت بتسمع لما تنشف وبعد كده بتفرقيها بفرشة وتشتفيها بشوية مية الاول قبل ما تحطها في الغسالة بعد كده حط الملابس في الغسالة وتحط كوباية من الصابون اللي انا عملته معاكي وقلتلك تزودي ايه لو انت هتستخدميه للملابس وخصوصا البقع الصعبة فدعي يكون فعال جدا جدا في الغسالة البقع والدهون ومتعدد الاستخدام زي ما قلتلكم حبيبي واتمنى انتوا تكونوا استفدتوا من النهاردة بالطريقة وما تنسونيش بقى كده بدعوة حلوة واتشايروا الفيديو ده مع اصدقائكم عشان الفيديو ده يوصل للاس كتير اللي هي تشوف وتستفد منه وما تنسوش حبيبي تدعموني باللايك فضلا وليس امرا عشان اللايك بيخلي اليوتيوب يرفع الفيديو في الاقتراحات اللي هي تشوف الطريقة وتستفد منها شجعوني كده حبيبي عشان انزل لكم فيديوهات تانية كتير رواصفات سهلة وبسيطة تنفاك في كل المنظفات اللي اي وصفة عايزها في البيت يعني بتستخدميها ان شاء الله كده اعملها لك سوا بقى صابون برسيل موزيل دهون شامبو شوارجيل كل الحاجات دي هتعملها معاكم برضو بافكار جديدة وكنت عاملها برضو معاكم قبل كده بافكار تانية فان شاء الله كده انتظروني بافكار جديدة فترة اللي جاية السلام عليكم اشتركوا في القناة